برقة الثالثة شعبة إدارة الضيافة إن شاء الله معاكم عرضة في مقرر دورة الأغذية والمشروبات إن شاء الله المحاضرة السادسة في الفصل الثالث الفصل الثالث إن شاء الله نتكلم فيه عن خدمة الأغذية والمشروبات إن شاء الله هيكون فيها محتويات محاضرة نتكلم على المواصفات الإنشائية للمطاعم أو تصميم المطاعم الأول وإن نقاط الواجب مراعتها عند تصميم المطاعم هنتكلم عن حوائط وعرضيات المطاعم والبراد هنتكلم عن أساس المطاعم والبراد وهنتكلم عن طرق تقديم المأكلات والمشروبات في المنشآت الغذائية لو كلمنا في البداية على المواصفات الإنشائية المطاعم أو تصميم المطاعم يجب التأكيد عن تخطيط السليم عند إنشاء أي مشروع سواء كان فندق أو مطاعم هيجنب الإدارة بعد كده لاحقاً أي متاعب ويسهل العمل بتاعها ويخلي المشروع اقتصادي ومربح وناجح طبعاً في البداية إنشاء المطاعم الكبيرة بيبقى فيها خدمات كتيرة متشعبة فيها نشاطات وفيها تسهيلات دايماً بتبقى محتاجة لمهارات عالية من العاملين طبعاً عشان نكملها وتبقى فيها كل الأنشطة كاملة يجب إن ما يكونش في عندي أي أخطاء فنية بتعاني منها الإدارة بعد كده لما بنيجي ندي المشروع بتاعنا طبعاً تصميم المطاعم دي أو هندسة الفندق والمطعم لابد إن هو بيكون تحت إشراف مهندسيين لمخبرة طويلة في عمل هندسة للمطعم أو تصميم المطعم بصورة هندسية كتير من الدول بتبقى فيه شركات عالمية بتدير المطاعم والفنادق زي شيرتون زي المريديان زي الهيلتون مثلاً شركات أمريكية وشركات فرنسية طبعاً الشركات دي بيكون فيها أقسام متخصصة فيها مهندسين وفيها ناس مصممين للفنادق عندهم خبرة طويلة جداً في إنشاء وتصميم وبناء المطاعم والبرات والفنادق كتير قوي من الدول بتلجأ للشركات دي عشان تشرف لها على عملية تنفيذ المطاعم وتنفيذ البرات عندها وزي ما قلنا إن التقطيط السليم عند مراحل إنشاء أي مشروع سواء كان فندق أو مطعم أو بار هيجنبنا أي متاعب بعد كده وهيخلي المشروع بتاعي ناجح لو احنا تعرضنا لي النقاط الواجب مراعطة عند تصميم المطاعم هنلاقي إن أنا عندي عدة نقاط من أول المسافة بين مراكز الإنتاج اللي هي المقصود بها المطابخ ومراكز البيع أو تقديم الخدمة نمرة اتنين يجب إن احنا ناخد في حجباننا حجم المخازم بتاقتنا قياساً بمراكز الإنتاج اللي هي المطابخ ومراكز البيع اللي هي المطاعم نمرة ثلاثة بيبقى في مقياس الممرات بين مراكز الإنتاج ومراكز البيع يعني المسافة ما بين المطابخ والمطاعم نمرة اربعة يجب مراعاة التهوية السليمة في المطابخ وتأثيرها على المطعم وتأثيرها على الضيوف والعملاء والنزلاء المطعم نمرة ستة قرب مناطق الاستلام والتجهيز عن المناطق التانية نمرة سبعة دخول وخروج العاملين ومناطق تبديل الملابس والمناطق بتاعتراحة العاملين ومناطق الاستحمام بتاعته نمرة تمانية الاختيار السليم لمناطق غسيل الأطباء لمناطق تسعة اخيرا بيبقى الاختيار السليم للدكور بشكل عام تسعة نقاط اللي واجب مراعاعتهم عن تصميم المطاعم هنبدأ بالنقطة الاولانية اللي هي حوائط وارضيات المطاعم والبرو بناخد في الاعتبار ان لازم تكون الحوائط دية مصنعة من مواد قوية شديدة التحمل على ان تكون الحوائط عزلة للصوت بحيث ان قيمة الضوضاء فيها بتقاس بوحدة سماعة سبل ما بتزدش عن من 40 لغاية 45 برضو الحوائط والارضيات دي لازم تكون من مواد جيدة عند تغطية الحوائط بحيث ان هي ما تسمحش برشح المية او تسمح بالتآكل بضافة للعزل طبعا وتكون مطافقة مع مستوى المطعم وتجهيزاته لو احنا تعرضنا اول نقطة كنا بنتكلم فيها في تصميم المطاعم اللي هي المسافة بين مراكز الانتاج هنقول ان احنا لما بنيجي ننشئ اي مطعم او اماكن خدمة الاغذية او بيع الاغذية بنراعي المسافة ما بين المطبخ وما بين المطعم كل ما كانت المسافة دي قريبة كانت الخدمات افضل واسرع طبعا ويبقى فيه تنصيق افضل بين العاملين في المطبخ والعاملين في المطعم لو افترضنا ان المسافة دي ابعد بعيدة ما بين المطبخ وما بين المطعم وجود بعض العوائق زي ما يكون مثلا الممرات دي مش مستقيمة او ان هي ديقة فيبقى فيه احتكاك ما بين الافراد الخدمة او الافراد المتنقلة ما بين المطبخ والمطعم او مثلا يكون المطبخ مكان تحته والمطعم موجود فوق وما فيش عندي اسنصير او ما فيش عندي مصاعد للخدمة يبقى فيه وقت طويل هناخده في توصيل الطعام او الاكل من المطبخ الى المطعم طبعا ممكن ان هو يوصل بارد متعرض ليه اي مؤسرات تانية ومشين معرض للهواء معرض للتلوس عامل الزمن هنا هيبقى عندي مهم جدا هيقر لي في الخدمة وبالتالي ممكن يبقى الضيوف اللي عندنا فيه تزمر ممكن ان انا احتاج لي عدد افراد كتيرة او قوة عمل اضافية ده يسبب لي تكاليف يبقى المسافة بين نمرة واحد المسافة من مراكز الانتاج ومراكز البيع او تقديم الخدمة مهمة جدا نمرة اتنين اللي هو حجم المخازن قياسا بمراكز الانتاج ومراكز البيع كتير قوي لما بنعمل مشاريع افرندقية او مطائم تبقى فيه احيانا عدم اهتمام كافي بالمخازن او حجم المخازن طبعا عدم الاتمام كافي بحجم المخازن ممكن يسبب لي مشاكل بعد كده حجم المخزن ده لابد ان هو يتناسب مع حجم الانتاج بتاعي وحجم الانتاج بتاعي لابد ان هو يتناسب مع مقدار الطلب او البيع اللي انا هبيعه اه مقدار الطلب والساعة بتاع المطائم قد ايه يبقى انا المخزن عندي لابد ان هو يتناسب مع حجم الانتاج ما يكونش عندي مخزن صغير وانا انتاجي هيكون اه كبير او اه العكس والمواد الاولية الخامات اللي انا هستخدمها اه لو انا عندي عدد كبير يبقى انا استخدم كميات كبيرة طلب كبيرة استخدم مواد الخام كبيرة يبقى لابد ان حجم المخزن هيتناسب مع حجم اه الانتاج يبقى اه وبردو نراعي ان ما يكونش مخزن واحد ده لابد ان هو يكون عدد اه من المخازن اه في عندي اه مواد من الخامات دي يبقى سريعة التلف اه ما ينفعش نحفظها كلها في في مكان واحد مع الاخذية التانية اللي هي بطيئة التلف دي بتحفظ لوحدية ودي بتحفظ لوحدية في عندي اه خامات لابد ان احنا تعرض للتبريد في التلاجات او تحفظ بالتبريد او اه مجمدات يبقى انا براعي ان حجم المخزن بيتناسب مع المواد الخام اللي انا هخزنها فيه اللي بيتناسب مع حجم الانتاج وبيتناسب مع عدد العمل اللي احنا هنخدمهم فيه المطاعم وبالراعي ان يكون فيه عندي تعدد للمخازن اه مرة ثلاثة من ضمن النقاط الواجب مراعاة على تصميم المطاعم ان يبقى فيه عندي اه الممرات نراعي الممرات اللي بين اه مراكز الانتاج ومراكز البيع الممرات اللي ما بين المطابخ وما بين المطاعم طبعا اه لازم تكون الممرات دي مناسبة اه مناسبة اه من حيث المسافة بتاعتها ومن حيث العرض بتاعها او الاتساع بتاعها بحيث ان هي بتسمحلي دايما بين انسياب الخدمات يعني ماشي العملية الخدمة بسؤولة وبانسيابية اه من المطبخ للمطعم بشكل مارين اه خاصة ان العاملين بيبقوا اه شايلين اطباق وشايلين اه صواني وماشي بترولي اه اه او مواد تانية اه او راجع باطباق من المطعم للمطبخ فلابد ان يكون الممرات اللي هي موجودة مبين اه او الطريق مبين المطبخ الى المطعم لابد ان هو ما يكونش دايق اه عشان ما يعمليش مشاكل طب لو الممرات دي دايقة ممكن يحصل ايه ممكن يحصل ان الادوات والزجاجيات والصيني اه يغبطوا في بعض العاملين او هو يغبط في الحائط فتبدأ ان هي تكسر منه يبقى بيزود تكلفة الانتاج اه فيه ممكن بيقع منه الاكل نفسه على الارض فيبقى فيه تهدير في كمية الاكل والشرب نتيجة العاملين اللي رايحوا اللي جاي بيصطدموا اه ببعض برضو نفس الكلام اه الوقت اللي هو اللي مطلوب للخدمة من المطبخ للمطعم هيكون وقت كبير مما هيزود لي فيه التكلفة النقطة نمر اربعة اللي احنا بالرعية لما نيجي نصمم المطاعم انه هي التهوية السليمة في مراكز الانتاج المقصود التهوية السليمة في المطابق وايه تأثيرها على المطعم اه لو احنا اه شوفنا اه كتير ممكن احنا نقعد في المطاعم او نصادف ان احنا في مطعم واحنا قاعدين في المطعم شمين رائعة المأكلات اللي جايالي من المطبخ اه طبعا ده بيبقى خطأ في التصميم بتاع المطبخ نفسه اه لابد انه يكون بالرعي فيها التهوية السليمة اه لازم تكون في عندي اجهزة تهوية وفي عندي هود في اللي هو في مراكز الخدم المراكز الانتاج اللي هي المقصود الشفطات واجهزة التهوية دي والمروع لازم تكون متناسبة مع حجم الانتاج يبقى انا بحط عدد من الشفطات او اجهزة سحب الهوى والروايح بحيث تتناسب مع المطبخ والحجم الانتاج اللي طالع عندي اه وما نسمعش انه يكون في الروايح دي تخش الى المطعم طبعا لو احنا فيه دار والروايح طالع من المطبخ للمطعم هيأثر على الجو نفسه بتاع المطعم ويبقى مفيش راحة للضيوف والعملاء اللي هم موجودين وممكن يبقى فيه النفور منهم وما يرجعش للمطعم ده اه تاني يبقى فيه خسايا الروايح اللي بتبقى طالعه وبيبقى فيها غالبا بتحمل اه اه جزيئات من الدهون معاها وعجاب تانية دي لو انتقلت ليه المطعم هتسبب لي ان الستاير هتبقى فيه تلف في الستاير اللي موجودة وفيه تلف في البيضات اللي موجودة والاساس نفسه اللي جاي نتيجة تراكم جزيئات الدهون عليها اه كمان ممكن ان لو ما فيش تهوية اه سليمة النشاط نفسه بتاع العاملين والروايح ده بيبقى بتخليهم بيبقى فيه اه ارهاق زيادة ارهاق اه اه السيطرة بتاعتهم بتبقى قليلة اسلوب الخدمة في المطعم نفسه اه بيشعروا بالتوتر نفس العاملين فمتكونش الخدمة على مستوى اه جاي اه اه النقطة الخمسة اه اه او النقطة الخمسة مرونة الحركة اه داخل المطعم مرونة الحركة داخل المطعم دي طبعا اه اه يبقى فيه عندي اه مرونة مسافات داخل المطعم اه يقدر الضيوف ان هي تتحرك بشكل مناسب اه الممرات اللي ما بين الكراسي او ما بين الترابيزات وبعضها بتسهل دخول وخروج الضيوف نفسه العامل انه هو يتحرك طبعا اه ومرونة الخدمة والوقت نفسه بيبقى اه مختصر وكويس وبنساهل السيطرة على او الادارة الكويسة بتاعة المطعم اه نمر ستة بيبقى في عندي اه قرب وبعد مناطق الاسلام والتجهيز عن المناطق الاخرى اه دي معناها ايه معناها اني العامل الشغل عندي بيبقى كله في المطائم بيبقى عمل متناصق يعني عبارة عن دواير كده متطرطة وكل واحدة بتكمل التانية فبيبقى في عندي مناطق للاستلام للخامات اللي هتخش من اغزية ومشروبات المنطقة دي بتعتبر من المناطق المهمة اللي بيعتمد عليها نجاح اه او فشل اي مشروع زي المطاعب لو المناطق دي اه بايدة عن مناطق المغزى المناطق اللي انا باستلم فيها اه بايدة عن مناطق التخزين طبعا ده تحمل المطعم او الفندق اه 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 ابق تاني انه ممكن فيه تلوث وفيه اه تلف وفيه اه اه خسارة للخامات اللي عندنا خاصة فيه لو المناطق اللي هي حرة منطقة استلام بتبقى في الخارج وفيه رصيف استلام لو هو بايدة عن التخزين معرض للتلوث من الجو الخارجي معرض للتلوث اه بيبقى في عندي منطقة اه متكاملة للاستلام اه اه المنطقة المتكاملة للاستلام دي بتبقى لجنة للاستلام وناس بتستلم فيها ورصيف استلام على حسب الساعة عندنا يبقى انا اه مراعي قوي ان منطقة الاستلام والتجهيز قريبة جدا من المخازن. برضو منطقة الاستلام اعمل لها بعض الاوعية كده عشان لو فيه نفايات او فيه اي حاجة تلفة بتبدأ ان انا افضيها في الاوعية دي طبعا رايبة من مناطق الاستلام وبتخلص منها باستمرار وبنظفها وبضيف ايه بعض المعقمات النقطة السبعة ان انا بالراعي تصميم المطاعم بالراعي نقطع ويسا جدا هي دخول وخروج العاملين والمناطق بتاعة تبديل الملابس بتاعتهم واي خدمات اه اخرى مناطق الراحة لعاملين طبعا اي نجاح لمطعم اه ممكن بيتولد من ان هي بتهتم بالعملين بتاعتهم توفر لهم صبل الراحة والاستقرار يبدأ ان هما بيشتغلوا كويس بجده وبيشتغلوا باخلاص وبيبدأ بيقدموا خدمة افضل بالنسبة للضيوف طبعا مش غير المناسب ان بيدخل العاملين والناس من نفس المنطقة اللي بيتم استقبال فيها الضيوف يبقى نراعي في التصميم ان فيه باب موجود للعاملين وفيه باب موجود للضيوف طبعا لو الاتنين من نفس المكان ده بيبقى فيه ازعاج للضيوف بيبقى عدم راحة وشعرهم يبقوا مضايقين لكسرة ايه دخول وخروج ايه العاملين بيبقى فيه عندي مرقبة للعاملين ومرقبة للخمات لو هم بيخشوا وطلعوا من نفس الباب وهو والضيوف يبقى عاملية المرقبة تبقى صعبة جدا لو لهم باب منفصل ده بيبقى جراءات الرقابة والسلامة للعاملين بتبقى تمام لو نفس الباب سهول يبقى عاملية الاختلاص سهول عاملية السرقة وبنفقد السيطرة وبنفقد الرقابة على العاملين والخمات اللي عندنا يبقى لازم يكون فيه عندي ممر خاص لدخول وخروج العاملين عشان سهولة الحركة بتاعتهم وعدم التشابك ما بينهم وما بين الضيوف وعشان احكام الرقابة بالاضافة نقنا لازم نصمم اماكن خاصة للعملين لتبديل الملابس مناطق الاستحمام والنظافة متزودة فيه لوكر او فيه خزن ليهم دواليب موجودة عشان يقض فيها ملابسه والحاجات ضرورية طبعا الشريفيا ان هي تكون بايدة عن المطابخ بايدة عن المطاعم بايدة عن اماكن تحضير الاكل النقطة نمرة تمانية ان احنا يبقى فيه عندي اختيار سليم لمناطق غسيل الاطباء والزجاجيات والفضيات طبعا لابد ان هو المنطقة دي يبقى لها حيز مناسب واسع بتبقى فيه الواشر ماشين بتبقى موجودة لكل حاجة فيه الزجاجيات وفيه الاطباء وفيه الفضيات يبقى لابد ان نختار منطقة سليمة قريبة من المطبخ واسعة رأي فيها شروط السلامة والمهنية عشان عدم حدوث اي اضرار النقطة الاخيرة اللي بالرعية لما بنيجي نصمم المطاعم ان يكون فيه عندنا اختيار سليم للديكور بشكل عام طبعا الديكور ده عامل مهم جدا جدا من ضمن عوامل الجذب للضيوف ومن ضمن العوامل اللي هم بتساعد ان هو يخلي الضيف وتردد بيه استمرار بنضمن به ان عودة اكيدة لضيوف عندنا طبعا الدكور بصفة عامة يعني بيكون فيه تجانس للألوان الاسات متنسقة في بعض الالوان اللي هي بتشجع على الفتح الشهية زي اللون الورنج ده افضل الالوان اللون البرتقالي الافضل الالوان في المطاعم لفتح الشهية وطلب كميات اضافية طبعا الديكور بيشمل الاضاقة اللي هي بتختلف من مكان الى الاخر اضاقة خافتة رومانسية في المطاعم التقليدية او اضاقة شديدة شوية في المطاعم الوجبات السريعة لتافي بالغرض منه والضيف بتاعها او العمين طبعا برضو الديكورات بيش اجل عام بتضم ممكن موسيقى وفيه اصوات طبعا برضو عندي اختيار سليم لتوزيع الصوت وتوزيع الموسيقى طبعا كل ما كان الديكور بسيط ويحقق للغرض فيه جاسبية وفيه بهجة ونضمن به تردد الضيف باستمرار على المكان بتاعنا النقطة اللي انا اتكلمنا عليها برضو قبل كده الحوائط والارضيات بضعة المطاعم بناخدها في الاعتبار لما بنيجي نصممها ونصمم المطأم الحوائط والارضيات بتكون مواد قوية شديد تحمل الارضيات دي بتكون ارضيات خشنة نوعا ما مش ملساء نعمة تقدل التزاحلق بتاع العاملين سواء في المطبخ او في المطاعم او في البراد عندنا الحوائط نفسها زي ما بنقول ان هي لازم تكون عزلة للصوت دي اعلى نسبة للضوضاء من 40 ل50 ديسبل التغطية بتاعتها بتاعت الحوائط دي من مواد جيدة ما بتسمعش بتآكل او الانهيار او رش الميا وطبعا بتتطفق مع مستوى المطعم والتجهزات بتاعته لو احنا كلمنا عن اثاس المطاعم والبراد بنراعي في الاساس اللي احنا بنجيبه دوت الكراسي والترابيزات وجميع الدوليب الخدمة والكاونتر والحيات دي ان هو بيكون قوي ويستحمد يبقى قوي الاحتماد طبعا اللي بنراعي في الاساس ان هو يكون ملائم لدرجة الفندق او المطعم مطعم فاخر يبقى انا برضو نفس الكلام الاثات بتاعته بتكون فاخرة بالنسبة لي الكراسي يجب ان يكون ارتفاع الكورسي 55 سنتي عن الارض ده في المطاعم الفاخرة ارتفاع الكورسي 55 سنتي عن الارض الميل بتاع الضهر يبقى فيه ميل خفيف لورا شوية حوالي زاوية 110 الى 130 درجة طبعا دي في المطاعم الفاخرة لراحة الضيف او لراحة العميل المطاعم بقى بتاعة الوجبات السريعة بيكون فيها الكراسي تقريبا الارتفاع بتاع 53 سنتي عن الارض يعني اقل شوية في المطاعم الفاخرة بنقول 55 في المطاعم الوجبات السريعة بنقول 53 زاوية الميل بتكون ظهر الكورسي بتكون زاوية قايمة حوالي 90 طبعا المطاعم دي بتعمل شوية ان مش مطلوب ان المطاعم الوجبات السريعة ان الضيف يقعد فترة طويلة فعشان كده بنلاقي ان الكورسي جيبه مش مريح شوية يعني بندفع الضيف ان هو اول ما بيخلص الاكل بتاعه بيخلاص بيغادر المكان عشان يزود من معدل دوران الكورسي بتاعه وبعدين الربحية انما في المطاعم التانية اللي هي الفخيرة اللي هي الاسعار فيها حتى مرتفعة بنعمل الكورسي انه هو يكون مريح فترة التناول بتاع الاكل بتاعه هتبقى فترة زمنية اكبر ده هيرفع من متوسط قيمة الشيك اللي هو اللي هيتفعه يطلب طلابات وهيرفع من متوسط قيمة الشيك بتاعه انه هتعمل واجبات سريعة بتكون فيها الاسعار متوسطة او منخفضة مش مطلوب فيها ان الضيف يقعد زمن طويل من ضمن انه يفضل ان تكون الكراسي سبتة في المطاعم التقليدية والفاخرة للمحافظة على خصوصية العميل الكراسي دي بتكون متحرجة بقى في نايت كلاب في العياد دي بيبقى فيه تفاعل وبيبقى فيه موسيقى وتفاعل بين العملة وبعض فالكراسي بتبقى متحركة في البراط او في النايت كلاب انما بتكون سبتة في المطاعم لو احنا اتكلمنا على دي يبقى احنا اخدنا نبزة مختصرة عن تصميم المطاعم والنقاط الواجب مراعاة لما نيجي نصمم الاول المطاعم وقلنا تسع نقاط وكلمنا على الحوائط والارضيات وكلمنا على الاثاث بتاع المطاعم لو احنا شوفنا ايه هي طرق تقديم المأكلات والمشروبات في المنشآت الغذائية طبعا بيطبقى فيه طرق عديدة طرق التقديم الاكل والشرب للنزلاء او للضيوف فيه عن طريق المائدة نمرا واحد عن طريق المائدة نمرا اتنين عن طريق تقديم خدمة مساعدة نمرا ثلاثة تقديم الوجبة من منفذ واحد يعني مكان واحد وهنقول كل ده بالتفصيل نمرا اربعة فيه الخدمة الزاتية نمرا خمسة فيه الخدمة الخاصة باشكالها المتعددة طبعا احنا شوفنا نمرا واحد الخدمة عن طريق المائدة ده لما بيجي بيخش العميل عندي بنراحب بيه وبن والترابيزة اللي بيفضل الجنوس عليها وبيقعد على الترابيزة اللي هي بتكون مجهازة اه ومعدة من قبل قبل كده اه عليها الادوات عليها الشوك عليها السكاكين اه فيه المفارش عليها الفوط عليها زهرية اه عليها الادوات المساعدة الملاحة والفلفل وكل الادوات اه بنقدم له المنيو او قايمة الطعام هيبدأ ان هو يختار منها طبقا لرغباته اه بيقوم بخدمته بقى العاملين في المطعم بعد ما بيخلص اه انتهاء الوجبة بتاعته وتناول الوجبة بتاعته وانصرافه بيبدأ العاملين بتنظيف الترابيزة بتاعته وترتبها عشان تبقى جائزة لعميل او ضيف جديد يبقى الخدمة عن طريق المائدة الضيف بيخش عندي بيتم دعوته للجلوس على الترابيزة اللي هي منجهزة من قبل كده بنقدم له قيمة الطعام المنيو بيبدأ ان هو يختار منها وبيخدموا العاملين بطرق الخدمة زي ما تعلمنا قبل كده خدمة امريكية او خدمة فرنسية او خدمة عائلات او روسية او ما شابه والعملين بيبدأوا ان هم ينضفوا الترابيزة او رفع المأكلات منها وبعد نصرف وتترتب تاني عشان تبقى جاهزة نمرة اتنين بيبقى في عندي تقديم خدمة مساعدة عقب دخول العميل بيتم دعوته للجلوس على المائدة الترابيزة بيختار طلباته من القيمة او من البوفي او عن طريق اختيار ما يرغبه من اطباق معدة ومجهزة على صواني تمرر امام العمالات طبعا بيبقى فيه هنا خدمة الوجبات بتم المشاركة بين العاملين بالمكان والعميل اللي هو بيقعد على الترابيزة اللي هي عليها الادوات اللي هي الكوفير يعني اللي هو الادوات بتاع الترابيزة بعد ما بينتهي من تناول الطعام بيقوم به نفس الكلام العاملين ان هما ينظفوا الترابيزة واعادة تجهيزة مرة اخرى واعدادها لعميل جديد نمرة ثلاثة بيبقى من ضمن طرق الخدمة تقديم الوجبة من منفذ واحد بيتم خدمة العمالات من منفذ واحد لاشكال مختلفة او اشكال متعددة زي تيكا وي تيكا وي ده بيتم من خلال كاونتر بيبقى فيه زي صف بيبقى فيه عاملين وراه بيبدأ ان هما الخدمة دي بيطلب اللي هو عايزه بياخدها وبيتم تنولها في الخارج في المنزل او في اي مكان من ضمن التجوية ان هو خدمة ركب السيارات او قائد السيارات بتبقى فيه وهو ركب العربية بتاعته بيبدأ ان هو يطلب اللي هو عايزه بتيجي على الطريقة وبيجي على صينية المأكلات وبيتم تنولها داخل السيارة طبعا بيبقى فيه المطعم زي اللي تجاوي زي مطاعم الوجبات السريعة والخدمة اللي فيها اللي هي التجاوي من منفذ واحد برضو تقديم الوجبة من منفذ واحد زي الاستخدام اللي هي الماكينات البيع الاتوماتيكية اللي هي المسميها الفندنج ماشين فندنج ماشين مكان ببيع بتبقى فيها مأكلات وتبقى فيها مشروبات سواء مشروبات بردة أو مأكلات بردو بردة أو في مأكلات سخنة بتبقى موجودة داخل المطاعم وأحيانا في الشارع بردة خارج المطاعم يبقى دي وجبة من منفذ واحد بحط فيها باخد منها اللي أنا عايزه وفيها مكانات حديثها تاتشو بتحط فيها العملة وتحط فيها ثمن الوجبة بتبقى فيها عن طريق الأكشاك بعد أكشاك بيع المواد الغذائية وتقديم الوجبة أو عن طريق البار المأكلات خفيفة أو مشروبات بأنوح نمرة أربعة من ضمن الخدمة اللي هي الخدمة الزاتية اللي هي زي الكافيتيريا بيقوم الأفراد خدمة الزاتية يعني خدمة الفرد لذاته يعني هو بيخدم نفسه بنفسه بيختار الأطباء بنفسه في كاونتر كده بيتم أعداده زي ما باين في الصورة كده قدامكم في المأكلات اللي موجودة وفيه أي حد من ضيوف واحدة من الضيوف بتبدأ أن هي تاخد الأطباء بتاعتها وتحط في الطبق ما يحلو له طبعا كاونتر ده بيبقى أخذ أشكال كتيرة وأحيانا بيبقى فيه صواني موجودة بيحط عليها الأطباء اللي هو بيحملها بأصناف الطعام المختلفة بيحطها على الصينية وبيتم تناولها على الترابيزة بتاعها طبعا من ضمن الخدمة الذاتية دي الخدمة اللي انا بنشوفها على الطيرات أو من ضمن وسائل النقل المختلفة اللي احنا بنقول عليها اللي هي نمره خمسة الخدمة الخاصة الخدمة الخاصة دي يعني خدمة العمل أو الضيوف في مناطق عفوا في مناطق مش مخصصة أساسا لخدمة المعاكلات والمشربات يعني مش مطعم دي هي خدمة خاصة زي نمرواعد المستشفيات والطائرات وسائل النقل المختلفة فبنبدأ انه هو زي ما شايفين كده في المستشفيات في المستشفيات بتبقى لازم فيه واجبات للمرضى فيبقى بنستخدم صواني لتقديم من مأكلات برضو في طيارات نفس الكلام بتبقى فيه أكل معد مسبقا في محطات تموين الطائرات وبيتم تسويته بس عادة تسخينه فقط في الطيارة أو تقديمه مباشرة في وسائل النقل المختلفة برضو نفس الكلام زي القطارات زي البواخر دي بتعتبر خدمة خاصة زي ما بنقول إن هي في أماكن غير ما تمش إنشاءها أساسا للأكل والشرب ده هي بس خدمة مساعدة أو خدمة خاصة خاصة آآ نمرة اتنين في الخدمة الخاصة أنا ممكن استخدم ترولي آآ محمل عليه مأكلات ومشروبات زي خدمة الغرف في الفنادق أو في مكاتب العاملين زي ما شايفين في الصورة فرض الخدمة قدامه الترولي بحطت عليه المأكلات وحطت عليه المشروبات وبيتم خدمته للنزلاء في الغرف بتاعتهم وأحيانا في بعض الشركات الكبيرة نفس الكلام بتبقى خدمة للعملين آآ نمرة ثلاثة في الخدمة الخاصة إنه هو ديليفري إننا أخد الأكل ووصله عن طريق آآ أفراد آآ عن طريق الدرجات النارية غالبا وفي بعض الأماكن بيستخدموا آآ عربات صغيرة كده سيارات صغيرة محملة برضو بالبأكلات للتوصيل للمنازل وأماكن آآ العمل آآ بيبقى فيه عندي آآ تاني خدمة ركب السيارات آآ اللي إحنا سبقوناها وتعتبر خدمة برضو من ضمن الخدمة الخاصة آآ اللي هو بيتم تناول آآ الصينية الترقية والعامل واقف وبينول ليه القائد السيارة أو الأفراد المصاحبين ليه وبيتم تناولها فيه السيارة وهو قاعد آآ ممكن إنه هو بيبقى فيه بيعملونهم باركنج خاص قدام المطائم آآ بينتظر فيها قائد السيارة أو ضيوف بتوقعه في نفس الموقف ده وبتقدم لهم الطلبات الطعام شراب وبيتم تناولها آآ داخل آآ السيارة في عندي نمرة خمسة آآ ضمن الخدمة الخاصة اللي هو الخدمة في قاعة الاجتماعات والصلاة والاستراحات واماكن الاستقبال آآ نفس الكلام في اجتماع قاعة مؤتمرات آآ بيتم فيها خدمة للأكل والشرب آآ وتعتبر ان هي من ضمن الخدمة آآ الخاصة آآ بشكركم لحسن استماعكم آآ المحاضرة آآ النهار ده كانت كلها عن طرق الخدمة آآ خدمة أخذية ومشروبات وبدأنا من البداية في تصميم آآ المطاعم نرأي في تصميم المطاعم وهوندسة آآ إنشاء المطاعم وقلنا تسع نقاط واجب مراعاتهم آآ عند إنشاء المطاعم آآ داية من الممرات آآ من المرونة الحركة ديكور بشكل عام مناطق الاستلام المسافة بين المطبخ والمطعم المخازن لازم يكون عندي تهوية سليمة لازم يكون عندي مناطق لغسيل الأطباء وتهيئة مستلزمات التشغيل مناطق دخول وخروج العاملين الأبواب بتاعتهم ومناطق تبديل الملابس واتكلمنا على الحوائط والأرضيات ومواصفات هتكون ايه واتكلمنا على أثاث المطاعم والبرات وبعد كده ادينا لمحة مختصرة عن طرق تقديم أو طرق تقديم مأكلات ومشروبات في المطاعم ومنشآت الغذائية وقلنا عن طريق المائدة وقلنا عن طريق خدمة مساعدة أو من منفذ واحد أو خدمة ذاتية أو خدمة خاص خاص ان شاء الله نلتقي معاكم في المحاضرة القادمة عن اعداد المطعم للخدمة شكرا جزيلا ومع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح دكتور خالد ابن الوليد